الخبار هو اللي عادنا عن ويسام تيكت والدلايل عن انفصاله هو بيسان تيكت فبالبداية يا حبايب ويسام تيكت حذف شوية صور بينه وبين بيسان بالإنستغرام مالته فمن حوالي أسبوع واحد بس ويسام تيكت كان عنده 67 صورة بحسب الإنستغرام وحالا يدخلوا على حسابه فموجود بس 65 صورة هذا يعني انه هو حاذف صورتين منها بسبب الإنستغرام فلذا انا طريت انه ادقيقه شوية وسويت حاليل وكشفت انه هذي الصورتين هم اللي حذفهم كان هذور الصورتين اللي تجمعه بينه وبين بيسان تيكت فسؤالي طرح نفسي يا حبايب هو لش قاعد يحذب هذي الصور بينه وبين بيسان هلهم فعليا انفصلوا عن بعضه شو شو يدي وصولوا الفكرة للناس واليوم ويسام نزع على حسابه بالإنستغرام شويت ستوريات وبهذه السورات بالبداية صراعي لما خلال انه اليوم هو يوم عيد ميلادة وانه مصور انه هواي اشياء خرافية وصار يقول انه هرجع رجع اخوية اليوتيوب بالأيام الجاية ولكن نفس الوقت صار يقول نوكوشي صار لازم اخبركم بي واللغة اللي بتوقع انه ممكن هو يكون عبارة عن فصاله هو بيسان ورجوع ياسو تيكيت للفريق خاصة انهي قبل فترها منزلت هذا الاستوري كاتبابي في مفاجآت عم تنطبخ مادر صراحة اعطكم استوريات بسم تيكيت تشوفوها ايو كيفكم اصدقائش اخباركم اول شي شكرا كتير لكل الناس اللي عم تعايدني على عيد ميلادي بحبكم كتير واسف من كل قلبي لكل حدا ما قدرت انا ارد عليه برسالة شكرا كتير لأيكم كلامكم كان كتير حلوب يعني لكتير الفترة الاخيرة بعرف انا ما كنت عم نشور وانما هلا احنا عم نصور صارت مصور ثلاثة واربع فيديوهات ولسا هنصور ان شاء الله كمال قدام الوضع كتير جميل رجعت لشاهدة اليسواقه عم نطلع عم نفوت عم نتصور وفيه كمان خبر بيحكي لكم هاكت عم فكر انه صار وقت ان انا اخبركم عنه على اليوتيوب فغالبا راح احكي لكم شو صاير معي بالفترة الاخيرة ما بعرف اذا راح احكي لكم او لا بس غالبا راح احكي لكم اه بنزلكم فيديو بحكي لكم كل قصة بحكي لكم كل شي مشان تعرفوا ليش انا كنت مبعد شوي وبكل الحالات احبكم كثيرا وكتبولي اذا راح تستنوا الفيديوهات الجاية او لا في شي كتير حلو افكرة راح علي احمد ابو الرب ورد على هنو ممكن يصالح نور مار محمي جواني وغيث مروان وبرهم المعراوي من نارين بيوتي فناجل القاكل وهو واحد من اصدقائنا زعل حسبه بالانستغرام شيت اشتوريات ويا احمد وليصار سيلم ممكن من الاشخاص اللي اتخاركت وياهم هذه الفترة ممكن تصالحوا يوم فرد علي احمد على كل اشخاص بالاسم اسم منو ممكن يصالح وممكن لاحظوكم الاشتوريات تشوفوها قلب المشكلجية شو تعرف بس شو اخبارك اه يعني انا جاي من عنده عصابات جاي فهم طب احكيلي احكيلي شو شعورك انه هيك اربعة خمسة خشين عليك في العرب ما يوم يوم من حياتي عادي احمد احكي لنا باختصار شو صار معك هاليومين انا شايف اكشن ودراما اللي صار انه انا اغلط بحق واحدة واعتدرت منها بعدين لسببا ما كل الناس اللي شوي حاقدين عليه في السرش الميت كلهم هجموا عليه اخص ممكن تسامح الناس اللي دقيت فيهم بهاليومين اه اه اعتبار حالي خلاص يعني اعتطهم هكو اه بسامحهم عادي يعني ممكن ترجع صاحب 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 مع غيث عادي اه ونرين اه مش يعني شوف ما يعني مش موضوعنا موضوع مشكلة بينا احنا موضوعنا النوع اتنين ما نحب بعض او طب ممكن تصير صاحب مع جواني ونور مار لا برضه ما بحبهم بس غيث عادي اشعر والله قلبك طيب يا احنا اه ما بحكب طب برهوم برهوم صاحب ما بعرف باي شوف والله يعني انت خلاص كنسلت على الكل لا ما كنسلت برو بس خلاص اتوقع ان كل حدا بالسوشال ميديا حاتبرو بس زميل عمل زميل عمل اه بطل يعني الا بعض الناس الا بعض الناس انت زميل عمل وعليه زميل عمل وحاليا القمر مار وهل هي فعليا تحب نور مار؟ او دا تلمح لهذا الموضوع؟ في الغرب لاحظة يا حبايب انه في هذه الفترة انه قامل قاعد يسوي فولو وستحط لايكات اشخاص اللي يسويون تصاميم حب بينها وبين نور مار خاصة انهما قبل فترة كانوا عاصبون من اي شخص سوي تصاميم حب ليش هذي فترة صار يحطون لها ملايكات في الغرب شون قاعد يسائل شون سبب الموضوع هل هما فعليا اكو علاقة بين اتما اتما اولا ما ادري صراحة تملأ بالكومنتات وقاتكم لهذا الموضوع بالاضافة انه قمر ونور يا حبايب تضمنوا وي العراق ومنزلوا شي تستوريات عن خبر الانفجار في مدينة النصر طبعا نتسون يا حبايب ان تدعون الاهل العراق او شي الرحمة للشهداء والله ينصرهم يا رب روح حاليا ريدر وفضيحة ان هو وياسو كانوا يحبون بعض ريدر منزل على حسبب الانستجرام شي تستوريات بهذا الستوري هذا الفيديو الواحد اجنب يكاتب 100% الكلام صحيح وهذا الفيديو اجنب كان مكتوب بعض الناس يأتون لحياتك ليحبوك بل يأتون لحياتك عمود يستخدموك وليه هو يوضح انه ياسو جدت الحياة هي مجادة تحبه ولما جدت الحياة عمود تنتقم من وسام تكت اللي هي بعدما خرجت من فريق ففنبولي ما رأيكم بهذا الموضوع بالكلام اللي حط ريدر في هذا الفيديو هل فعلا هي استخدمت ريدر عمود تنتقم من وسام تكت او لا؟ وبس والله يا حباب انها صارت المقطع اتمنى تعجبكم سارة تيوب ننزلت المقطع على القناة باليوتيوب لاتنسون يا حباب منبارحة لما شافت المقطع يروح فجر المقطع الرابط بالوصف وبس كان يكون فايزيا وخاتف منك القصص مع السلامة طبعا دائما نفضل على سارة هذا الشي طبيعي يا حباب